اشتركوا في القناة كشف اللعب الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو صنع ألعاب فريقريا المدريد عن اقترابه من العودة للمشاركة مع الندى الملكي من جديد وكان إيسكو قد غاب عن مباريات الندى الملكي الثلاث الماضية بسبب إصابته بالزايدة الدودية وخضوعه لعملية جراحية وكتب إيسكو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام اليوم قموا بإزالة بعض الغرز مع الكثير من الرغبة في اللعب مرة أخرى أتطلع حقا إلى العودة وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو سيكون جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الكامبنو يوم الثامن والعشرين أكتوبر المقبل وأوضحت شبكة البرنابيو الإسبانية أن إيسكو من الممكن أن يشارك في مباراة فيكتوريا بلزين الشيكي بدور أبطال أوروبا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي لعب وقيد فريق برشلونة هدفان في شباك توتنهام خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دور أبطال أوروبا وتفوق الفريق الكتالوني على نظيره الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب ويمبلي والذي يلعب عليه توتنهام مؤقتا لحين تجهيز ملعبه الخاص واحتفل ميسي بطريقة مختلفة بعد تسجيل الهدف الأول له حيث لمس رأسه بيده أكثر من مرة ولم يتم الكشف بعد عن سبب الاحتفال الذي يعد الأولى لميسي يذكر أن ميسي سجل الهدف الرابع لفريقه أيضا ليرفع رصيده من الهداف في دور أبطال أوروبا لخمسة أهداف بعد تسجيله هاتريك في المباراة الأولى في الأبطال أمام أيندهوفن الهولندي كشف التقارير صحفية إسبانية أن ندي برشلون يراقب البولندي كريستوف بياتيك أحد نجوم الدوري الإيطالي هذا الموسم ويدرس إمكانية التعاقد معه وبحسب صحيفة موندو دابورتيفو الإسبانية المقربة من برشلون يتتبع ندي الكتالوني لعب جنوة ويتصدر قائمة هدف الكالتشو حتى الآن برصيد تسعة هدف خلال ست مباريات خاضها مع فريقه وسبق وصرح إنريكو بريزيوسي رئيس الجنوة أن الندي لا يعتزم بيع نجمه رغم اهتمام برشلون بالتعاقد معه وقال بريزيوسي قبل أيام أن مجرد التفكير في بيع بياتيك أمر جنوني أن سعيد للغاية به نعلم أنه يمتلك صفات رائعة الموسم الماضي سجل واحدا وعشرين هدفا في الدورية البولندية إنه موهبة حقيقية ومميزة للغاية حقق نجم برشلون الإسباني جيرارد بيكي إنجازا بعدما قرر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلون الدفع بالمدافع في التشكيلة الأساسية لمواجهة توتنهام بالجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهدف مقابل هدفين وبحسب شبكة أوبتال الأحصيات فإن هذه المباراة رقم 100 لبيكي بدوري الأبطال وأشرت الشبكة إلى أن بيكي سيصبح عاشر لعب إسباني في التاريخ يصل إلى هذا العدد من المشاركات ولعب بيكي في تشامبيونز ليك ستة وتسعين مباراة بقميص برشلونة وأربع لقاءات مع مانشستر يونايتد يأمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة نغمة الانتصارات مجددا بعد سلسلة نتائجه السلبية مؤخرا تحت قيادة مديره الفني جوزي مورينيو وأفد موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي نقلا عن شبكة قنوات بي ان سبارتس أن مانشستر يونايتد يستهدف ضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفينتوس لتعزيز قوته الهجومية وكان ديبالا يعاني في بداية الموسم وتوجد باستمرار على مقاعد البودلة إلا أنه بدأ بالمشاركة تدرجيا من ناحية أخرى يمر مانشستر يونايتد بأسوأ بداية في البريمير ليغ منذ 29 عاما ويحتل الشياطن الحمر المركز العاشر في الجتول ويتخلف بفارق تسع نقاط عن مانشستر ست المتصدر واختتم التقرير موضحا أن مانشستر يونايتد يتتبع ديبالا وعلى الرغم من أن يوفينتوس لن يبيعه بالتأكيد في يناير إلا أن الشياطين الحمر يمكنهم تقديم عرضا في نهاية الموسم للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الموهوب ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة منشستر يونايتد حددت البديل المحتمل للبرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني الحالي للفريق حلارة حلاء منصبه وقالت صحيفة اندبندنت أن إدوارد وارد المدير التنفيذي لشياطين الحمر سيحاول التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتشينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام حلاء قيل مورينيو وأضافت على الرغم من ارضباط اسم زين الدين زيدان بمانشستر يونايتد إلا أن شخصيات بارزة في النادي مقتنعة بأنه ليس الشخص المناسب للفريق في الوقت الحالي وأشرت الصحيفة إلى أن الأزمة الوحيدة في طريق التعاقد مع بوكوتشينيو هو دانيال ليفي رئيس نادي التوتنهام والذي لن يسمح له بالرحيل في منتصف الموسم وأتمت بوكوتشينيو هو المرشح الأبرز لخلافة مورينيو وزيدان ينتظر العودة إلى ناد الأحلام يوفينتاس في الفترة المقبلة أكد وكيل لعبي فريق أرسنال أرون رامزي أن إدارة الناد الإنجليزي انسحبت من مفاوضات تجديد عقد اللعب الولزي في الفترة الماضية العقد الحليل رامزي سينتهي في ملعب الإمارات في يونيو 2019 ولم يتوصل إلى اتفاق بشان التجديد وقال وكيل رامزي في تغريدة عبر موقع تويتر قبل أن يقوم بحذفها لا يوجد شيء يمكننا القيم به النادي اتخذ قراره والحياة يجب أن تستمر وأضاف رامزي لا يريد مغادرة النادي ولكن لا يوجد الآن خيار آخر يذكر أن رامزي انتقل إلى أرسنال في عام 2008 ويتوجد حاليا على رادار العديد من الأندية مثل ريال مدريد ويوفنتس وتشلسي وليفربول ومانشستر يونيتد وغيرهم ربط التقارير صحفية المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو لعبي موناكو الفرنسي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة وبحسب صحيفة سبورتال كتالونية فإن النادي انترميام الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكام يسعى للظفر بتوقيع فالكاو وأشرت الصحيفة إلى رغبة النادي الأمريكي في ضم فالكاو كأول نجم بارز في الفريق المقرر انطلاق مسيرته عام 2020 وكان بيكام أعلن في وقت سابق رغبته في ضم عدد من النجوم للفريق الذي نشأ حديثا على رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لعب يوفينتوس وبرشلون على الترتيب سخرت جماهير باريس سان جورمان الفرنسي من الثنائي الدولي البلجيكي دان هازار جنحة شلس الإنجليزي والدولي المصري محمد صلاح لعب ليفربول حيث أشاروا إلى أن البرازلين مارتا سلفا أفضلوا من الثنائية وسجل نيمار هاتريك في فوز النادى الباريسي على نظيره النجم الأحمر البلغري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء ضمن لقاءة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال وقال مشجع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نيمار سجل هاتريك بينما هازارد لا يمكنه فعل ذلك أبدا ورفض آخر مقارنة نيمار بصلاح وهازارد حيث كتب توقف عن مقارنة هازارد ونيمار وصلاح الأمر ممل الآن وكتب أحدهم نيمار ثم هازارد لا تبكي يا صلاح وكتب مشجع آخر نيمار في طريقه ليفوز بالكرة الذهبية وسيكون منافسا لميسي ورونالدو أمام صلاح وكين والبقية وقال آخر يمكننا مقارنة نيمار بهازارد ولكن لا يمكننا مقارنته بفيرمينيو أو صلاح أو حتى ساديو ماني عزيزي متباقنا تعرب جول هل تتوقع أن يحقق برشلونة دوري الأبطال بعد مستوى ميسي وانتفاضة برشلونة شاركنا برأيك شكرا للمشاهدة